السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة عندنا براجراف عن وضوع How to keep the environment كيف نحافظ على البيئة نبدأ بالبراجراف بتاعنا Our environment is بيئتنا هي The source of the air مصدر الهواء Food الغذاء And water والماء بنقول هنا في بداية البراجراف أن بيئتنا هي مصدر الهواء والغذاء والماء We live in نحن نعيش في A wonderful environment بيئة رائعة With so much animals مع الكثير من الحيوانات And plants والنباتات But we have ولكن لدينا Many pollutions الكثير من التلوث Such as مثل Air pollution تلوث الهواء Water pollution تلوث الماء And soil pollution وتلوث التربة بنقول هنا أننا نعيش في بيئة رائعة مع الكثير من الحيوانات والنباتات ولكن لدينا الكثير من التلوث مثل تلوث الهواء والماء والتربة With very simple actions مع بعض الأفعال البسيطة جدا We can يمكننا Save the environment الحفاظ على البيئة يبقى مع بعض الأفعال البسيطة جدا يمكننا الحفاظ على البيئة إيه هي الأفعال دي We should plant يجب أن نزرع More trees الكثير من الأشجار And save water ونحافظ على الماء By turning the tab off بإغلاق الصنبور While brushing our teeth حين غسل أسناننا يبقى من الأفعال البسيطة دي أننا نزرع الكثير من الأشجار ونوثر المياه إزاي نوثر الماء ده بإغلاق صنبور الماء أثناء غسل أسناننا Also وأيضا We can take a bus يمكننا أخذ الحافلة أو البس to school إلى المدرسة In this way بهذه الطريقة We can reduce يمكننا تقليل Air pollution تلوث الهواء يبقى من أحد الطرق لتقليل تلوث الهواء أننا نذهب إلى المدرسة بالحافلة We can recycle يمكننا إعادة تدوير Paper الورق And buy recycled products وشراء المنتجات المعاد تدويرها يبقى برضو من الأشياء اللي بنحافظ على البيئة أننا بنعيد تدوير الورق وبنشتري الأشياء المعاد أو المنتجات المعاد تدويرها There are many ways هناك عدة طرق To save the environment للحفاظ على البيئة Finally وأخيرا It is very important إنه من المهم جدا That we keep أننا نحافظ Our environment safe على بيئتنا آمنة And free from pollution وخالية من التلوث يبقى بننهي البراغراف هنا وبنقول أنه من المهم أن نحافظ على بيئتنا آمنة وخالية من التلوث بس كده ده باراغراف عن موضوع How to keep the environment كيف نحافظ على البيئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته